تشهد منطلقة القطة في بلدية برغن الشاطي خروج كميات كبيرة من المياه الجوفية نتيجة انفجار الأبار التي يتم حفرها وهو ما تسبب في تكوين بحيرات ضخمة من المياه يعتقد أن السبب وراء ذلك هو وجود كميات كبيرة من الغاز في باطن الأرض طبعا هذا من نتيجة الحفر العشوائي بير يعني يحفر فيه هنا لكن تدفقت منها مياه ياسرة مع كمية من الغاز فسببت فيه مشكلة والمشكلة هذه توا الآن اتضررت منها المزارع التي في جنبها توا ممكن الموية واصلة ل2 كيلو 3 كيلو نص تقريبا هذا التطور أثار قلق المزارعين والمختصين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة وجدت حتى المؤسسة الوطنية ينفط هنا ودار عليه دراسات وأثبت أنه فعلا فيه مادة منقطع فجدت حتى فيه قبل شركة وعساس أنها بتصين البير وبتحد من الأمور هذه وعملت جهدها الحقيقة لكن طبعا الأمور الثانية خرجت على الصيدة فالبير هذا شنصر الله لما صار التجعيب متاعها وزادوه حوالي 30-38 متر صار للمية صارت فيها فيه انفجار رغير عادي يعني المية توصل لزوز متر فوق ولما يسكروه صير فيه تسريبات من داخل الأرض تطلع فيه زي الفقاعات يأمل المزارعون أن تجد هذه المشكلة حلا سريعا يخفف من معاناتهم ويعيد إليهم الأمل في مستقبل زراعتهم بعد أن أتلفت المياه التي غمرت حقولهم أغلب محاصيلهم وتسببت لهم في خسائر كبيرة ترجمة نانسي قنقر